خلي بالك اللي بنتكلم فيه ده ده بجد مهم وبجد خطير يعني تفاكرين فيلم بتاع باتمان اللي هو ده دارك نايت 2008 فكان فيه شخصية جوكر ده هيث لاجر هيث لاجر ده لقوه ميت في بيته كده طبعا الناس طلعت إشارات قالتك وكان متعاطي ولا متعاطي مخدراته ده كان واخد أدوية برد ده كان عنده دور برد ورح واخد أدوية يمين في الشمل ولا رشتة ولا بتاع شوية بواقي أدوية كانت عنده الرجل روح قبل وجه رب كريم تاني هي الأدوية اللي لما بتتخذ غلط حتى لو ده قم في الونزة بيعمل كده أرجع مرة تانية لدكتور شريف كمات نبدأ من أول الوصفة الطبية الرشتة إمتى مش هنكتب اسم أو الاسم التجاري بتاع الدوة هكتب اسم المادة الفعالة والجرعة وهاخدها إزاي وبعد كده الموضوع مطروك في إيد الصيدلي وطبعا دي حاجة يعني أساسية في إدارة الدوة ندخل كمان استخدام الأمسة للدوة يحصل عشان أبعد على استخدامات الخاطئة طبعا كمان لأن فيه أصلا كمان المؤسسات اللي بتتكلم في حماية المرضى وأمان الدوة الاسم التجاري دايما بيسموه بيبقى شبه دايما لأن الأسماء التجاري شبه بعض فممكن أسماء التجاري شبه بعض دوة قلب زي دوة كحة فيجيب لك من رف دوة قلب بدل دوة كحة فعشان كده هما بيقولوا استخدام الاسم العلمي لأسباب كتيرة مش بس استخدام الأمثل وللأمان كمان فعشان كده هو بقى وجود الصيدلي ده مهم جدا وجود الصيدالي الإكلينيكي بالذات وهو إيه الصيدالي الإكلينيكي ده اللي هو اللي هما احنا دلوقتي بنسمع أنه هو موضع أو حاجة لا هو مش موضع هما ابتدوا يفكروا فيه لما لقوا أن الدوة ده بيموت عندهم عينين كتير جدا وابتدوا يفكروا أنه لازم فلسفة ممارسة صيدالة تختلف أنا الصيدالي زي ما كنا بنتكلم من الأول كان بيركز قوي على المنتج على الدوة بتاعه احنا بندرس كيميا قوية جدا وبيولوجيا قوية جدا حيصدر ننتج الدوة انتاج الدوة ده في مصانع الدوة احنا عندنا على فكرة مصانع في مصر تاريخيا ودلوقتي كمان مصانع قوية جدا بتنفس في الدوة لكن هي مش المشكلة على فكرة حتى الصيدالة اللي في مصنع الدوة ده صيدالة إكلينيكية ليه؟ لأن صيدالة الإكلينيكية دي حصل تحول في فلسفة ممارسة صيدالة مهنة صيدالة من أن أنا بركز بس على المنتج لأ أنا بركز على المنتج لأ أنا ده شغلي بس بركز على العيان يعني إيه؟ لما جانتج منتج للأطفال دوة للأطفال وأنا مش كلينيكا الفارباسي هانتج دوة من الطفل مش هير ده ياخده عشان تعمه وحش راحت وحشة إن كارتونة من بره مش ملونة لكن لو أنت كلينيكا الفارباسي صغل في مصنع دوة هتطلع كارتونة ملونة طعم الدوة حلو الكلام ده كله طبعاً الصيدالة بقى في تحولها ده عشان تقدر تخدم المريض واحد هو المريض بقى في سنتر الاهتمام بقى في مركز الاهتمام بتاعه بس الصيدالة هو خبير الدوة والحاجة التالتة والمهمة جداً بقى هنبني عليها بقى كل الشغل بتاعنا هو إن كلينيكا الفارباسي دي أساسها الاهتمام بالأوتكمز أو المخرجات المخرجات تطلع والمخرجات دي عندنا دايماً حكتين فاعلية وهيه المأمونية بيسموها بتاع الدوة أو سلامة الدوة وعشان تعرف لو عايزة الدخول أي مستشفى وبي يزويه هو الصيدالة الكلينكية أهم الصيدالة الكلينكية اللي في المجتمع بره ده أهم صيدالة الكلينكية مش بس في المستشفى طبعاً ده أهم صيدالة الكلينكية وهو بقى السيدالي ده لو في المستشفى أو في أي مكان عشان تعرفون سيدالي كلينيكي تعرفهم لين هو سؤال واحد هل السيدالي ده هو عنصر أساسي في صنع واتخاذ القرار الصحي أو قرار الطبي لأنه هو السيدالي عنصر أساسي في فريق الصح حتى هم غيروا اسم الفريق الطبي ما بقاش اسمه فريق الصح لأن السيدالي والطبيب المعرضة مهمين جدا وابتدوا يغيروا كلمة سيدالي فأدفوا كلمة إدارة الدور الدين ده مهم قوي وإدارة الدواء دي بتبني بين إيه بقى؟ الدولة دستور الأدواء اللي في الدولة مين اللي بيختار الدواء؟ ده مجموعة من ناس شغالة عشتخدار الدواء المناسب نقدر نستخدمه في الدولة دي فمن الحاجات المهمة جدا واحد حالك قلت رحلة الدواء رحلة الدواء ما بتبديش على فكرة لما تريد يكتب الدواء؟ لأ ده في حاجة مهمة جدا السيدالي بيشتغل فيها قبل ما تريد يفكر يكتب الرشدة الطبية بتاعته هو الطبيب ده الأتيتود بتاعه في كتابة التذكرة إيه؟ أو في كتابة الرشدة إيه؟ لأن ساعات لازم نبني وبنساعد الطبيب دلوقتي كسيدالي في مفهوم إدارة الدواء السيدالي مسؤول أن الطبيب يكتب الرشدة صح؟ وأن الممرضة والمريض ياخدوا الدواء صح؟ وفي النص الشغل لنا كتير جدا فواحد أختار الدواء صح وأحطه في دستور أدوية وبعدين أشتغل مع الأطباء المتخصصين والصدر المتخصصين في مجال معين نعمل أدلة علمية يعني حركة دلوقتي دخلت المستشفى أي حد يدخل المستشفى أو واحدة صحية عنده كحة حركة تلاقي دليل علمي عنده كحة خط يصير كده كحة دي شكلها إيه؟ طب خط دوا قبل كده إيه؟ اديله كذا خط علاجي أول طب ما استجابشي طب ما استجابش دي بقى هنعرفها إزاي بقى؟ ده اللي احنا بنعمله في واحدة تقييم الأدوية ما استجابش دي احنا بنحط قبل ما نيدي العين قبل ما الدكتور يكتب التذكار احنا الخطة العلاجية بنحطها معاها دي أهم حاجة فالخطة العلاجية دي أهم حاجة في الخطة إيه؟ الأهداف فحضرتك قبل ما الصيدالي يصرف الدواء لازم بقى مراجع الوصفة الطبية كويس جدا 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 بحيث واحد تبقى الوصفة الطبية دي ملأمة للمريض واستخدامها أمثل فكل أربع حاجات أكتر فعالية الأعراج الجانبية بسعر المناسب وجودة حيات العين كمان نحافظ عليه مش نخففه من حموده بس الخليه ما يعرفش يخلف أيه وبعد كده طيب هو هياخدها إزاي؟ هياخدها بالبؤ هياخدها وريد وإزاي نقدر نتحكم في ده مع المريض